النهاردة عندنا حاجات كتيرة جداً هنتكلم عنها في حلقة صباح الخير أهمها أزمة الطاقة، الشغل الشاغل للناس كلها الحكومة اتكلمت عنها وعدت بحلها ووضع حد لموضوع تخفيف الأحمال الفترة اللي جاية صحيح أن الأزمة دي موجودة في عدد كبير جداً من دول العالم لأسباب كتيرة لكن إن شاء الله هتعدي زي مأزمات كتيرة عدت قبل كده مبارح شفنا اهتمام كبير بالحملة لأطلقتها مؤسسة حياة كريمة لترشيد الطاقة ودعم البيئة علشان نكون إحنا كمان جزء من الحل ونحاول نرشد الاستخدام أعتقد يعني الترشيد ممكن يكون عامل مساعد في تخفيف أزمة الطاقة لأن بالتبعية لما نقلل استهلاكنا للكهربا أكيد في أفكار بسيطة ممكن نعملها في البيت تعرفنا إن إحنا إزاي نقدر نقلل استهلاكنا للكهربا الأجهزة فيها أجهزة بتستخدم كهربا كتير نحاول نشوف بنستخدمها إزاي ونشوف استخدامنا لها إزاي نحاول لطفي نور القوض اللي محدش قاعد فيها ومحدش موجود فيها لو خلصنا مثلا أي جهاز كهربا نحاول إن إحنا نركز ونعود نفسنا إن إحنا نشيل الفيشة يمكن دي أمور سهلة وبسيطة إن إحنا نعملها وإن شاء الله يكون لها مردود وتأثير كبير يمكن برضو عشان كده حياة كريمة اخترت لحملتها شعار استهلاك أقل تأثير كبير وده واقعي يعني عشان ما نهضرش وعشان الموضوع ينعكس علينا أسرع حاجات بسيطة جدا ممكن نعملها في بيتنا في شغلنا في أي مكان نرشد بيها الكهربا النهاردة هنحاول كده مع حضراتكم الصباح الخير مصر نتعرف على بعض الإرشادات البسيطة دي اللي ممكن توفر في الكهربا نوفر في الكهربا فبالتالي ده حيوفر لنا الطاقة بشكل كبير الحملة بتستهدف الحقيقة كل فئات المجتمع بما في ذلك الأسر الشركات المؤسسات التعليمية والدينية من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات والفيديوهات التوعوية أهم حاجة التوعية بقيمة وأهمية الحفاظ والترشيد لاستهلاك الكهربا كمان بيتم مجموعة من المصابقات اللي بتحفز الأفراد والمؤسسات على تبني ممارسات مستدامة ونشر ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة مبارح الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أعلنت أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة علشان تقدر ترشد استهلاك الكهربا في كل المقارات التابعة لها سواء كان في استوديوهات أو في مكاتب إدارية وده طبعا بيأتي إيمانا من دور الشركة الوطني في المساهمة بجزء بسيط في تجاوز أي تحديات بتواجه الدولة المصرية طبعا بالنسبة للمؤسسات فيه حنلاقي مؤسسات كتير أعلنت تضامنها مع حملات ترشيد الكهربا زي مثلا المبادرة الوطنية لتطوير الصناعات المصرية إبدأ والتحالف الوطني اللي عمل الأهلي التنموي يعني أعتقد فيه هيئات كتير ومؤسسات كتير أعلنت يعني من أول إطلاق المبادرة مبارح انضمت عدد كبير جدا من الهيئات والمؤسسات والجهات المختلفة كمان تنصقية شباب الأحزاب والسياسيين حثت المواطنين على ضرورة ترشيد استهلاك الكهربا خاصة أن هذه الخطوة هي خطوة ضرورية جدا وهمة في ظل الارتفاع غير المسبوخ في معدلات استهلاك الكهربا كمان حثت المواطنين على المشاركة في الترشيد وأن الترشيد حيعود بالنفع على المواطنين طبعا من خلال التوفير في فاتورة استهلاك الكهربا والحفاظ على البيئة وكمان حيعود بشكل كبير على كافة القطاعات في الدولة المصرية مرة تانية بتصبح على حضراتكم وصباح الخير يا مصر